في ظل الرهانات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية عقدت الجمعية العامة الثانية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتسعى الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الجزائري عن طريق الأبحاث العلمية والابتكار وتوظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات خاصة بعد إعلان السلطات العليا في البلاد رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية مع وضع استراتيجيات للخروج من الاقتصاد الريعي ببلوغ عشرة مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات فإن الجزائر التي تطلع إلى إعادة تأهيل اقتصادها وترغب في الانضمام إلى مجموعة دول بريكس يتحتم عليها مضاعفة جهودها لتطوير البحث على أساس تشجيع الابتكار والعقلانية في إدارة المشاريع والتقييم الصارم لها وبحث المجلس المشكل من 45 عضوا أزمة هجرة الكفاءات العلمية نحو الخارج والتي تفاقمت في العديد من القطاعات خاصة الطبية منها خلال فترة جائحة كورونا يجب وقف هجرة الكفاءات العلمية من الجزائر وهذا تحدي كبير في ظل التزايد الظاهرة كما يجب البحث عن حلول ومحاولة استقطاب الكفاءات التي هاجرت والاستفادة من خبرتها سواء بعودتها لأرض الوطن أو عن بعد باستعمال وسائل الاتصال الحديثة وتعتمد الأبحاث العلمية في الجزائر على التمويلات الحكومية والتي سمحت بتجشين 29 مركز بحث و1661 مختبرا للبحوث و24 محطة تجارب وأنفقت الحكومة الجزائرية خلال ستة أعوام الماضية نحو نصف مليار دولار لتمويل مشروعات البحث العلمي ميزانية وصفها مختصون بالضعيفة بالنظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد داعين لفتح باب الاستثمار أمام الخواص للرفع من حجم التمويل حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر